اشتركوا في القناة بمراجعة سريعة للوحدة الثالثة اللي هي سرعة التفاعل لكن بدي اظن يا احيان احنا بنتعامل مع الاسئلة يا جماعة بثقة بتركيز بأولا بتوكل على الله عز وجل ثم بثقة وبتركيز لكن اللي بدي اياه منكم دائما انا بمسك المادة وبراجحها سريعا بذكر في الوحدة الثالثة ايش في عندي انا في عندي سرعة التفاعل في عندي الرتب الرتب الاولى الثاني الثالثة الرتب السفرية بعدين في عندي جداول كي بطلق الرتب الآن انا وياكم نتذكرها يعني اللي بدي اياه منكم دائما يا جماعة بعد ما اراجع المادة بمسك الاسئلة وبمر عليها سريعا الاسئلة شو الهدف منها تثبيت المعلومة التركيز على المعلومة زيادة الثقة باني انا قادر على التعامل معها بشكل سليم ومن ثم تقيم نفسي انه انا الحمد لله اموري ممتازة بتمنى لكو اعزائي الطلب اخواني واخواتي ابنائي وبناتي بتمنى لكو قمة النجاح وحنا اليوم راح نحكي على قمة المعقد المنشط وهاي هي قمة النجاح لانا وياكم ام نحكي عنها فأهلا وسهلا بكم من جديد وبنحكي بسم الله وبداية هي الوحدة اشمالها الثالثة سرعة التفاعل الكيميائي شو بحكي لي تزداد سرعة التفاعل الكيميائي عند رفع درجة الحرارة لما ارفع درجة الحرارة بدها تزداد سرعة التفاعل بسبب نقصان ثابت سرعة بيّن رفعنا ونقصت ما بتزبطش نقصان طاقة التنشيط ما الهاج دخل زيادة عدد التصادمات شو مالها الفعالي زيادة طاقة المعقد المنشط انا وياكم اتفقنا انه درجة الحرارة لا تؤثر على طاقة التنشيط وانما طاقة التنشيط ثابتة يا جماعة العامل الوحيد اللي بيأثر على سرعة التفاعل بيقلل من طاقة التنشيط هو العامل المساعد طيب اذا كان قانون السرعة اعطانية وكانت السرعة بالساوي كيفي في اي تربية في ار تربية يعني هاي اله رتبة هلأ يا جماعة ام بيّن ام مش موجود اذا هذا من الرتبة اشمالها السفرية وهو من الرتبة اشمالها الثانية وعند مضاعفة ثلاث مرات هلأ اما الوش دخل هلأ تتضاعف السرعة هلأ هو بيسألك على الرتبة الثانية هاي ثلاث مرات حكينا معنى الرتبة الثانية انه بده يزداد بمقدار المربع في هاي الحالة ثلاثة تربية في هاي الحالة واضح انه انا بحكي على تسعة هلأ وجود العامل المساعد لا يؤثر ديروا بالكم انا حكيت بدي اتعامل مع الاسلة بتوكل على الله اولا ثم بثقة ثم بتركيز فانا مركز واثق بنفسي متوكل على ربنا لا يؤثر على طاقة المعقد المنشط لا يؤثر سرعة التفاعل يزيد من سرعة التفاعل طاقة التنشيط بيأثر على طاقة التنشيط لكنه لا يؤثر علاويا التغير في المحتوى الحراري شوفوا الان انا بادي باسئلة خليني احكي من باب هيك المراجعة السريعة فانت بتخل بتكتك معي بسرعة اضافة العامل المساعد للتفاعل تؤدي الى خفض طاقة المعقد المنشط زيادة طاقة المعاد المتفاعل اكيد ما الهاج دخل خفض طاقة ما الهاج دخل زيادة طاقة التنشيط لأنا وياكم متفقيا انه العامل المساعد يعمل على خفض شماله طاقة التنشيط وبالتالي اكيد خفض طاقة المعقد المنشط هلأ في التفاعل افتراضي إذا علمت أن سرعة التفاعل B أعطاني B إذن A ما إلهاش دخل A من الرتبة إشمالها السفرية فعنده مضاعفة B أربعة مرات يعني جماعة B أربعة مرات وهو من الرتبة الثاني أعزائي بثقة بتركيز هو بيسألك ما معنى الرتبة الثاني ما رح يجب لك سؤال يسألك ما معنى الرتبة الثاني هو بيسألك تفاعل من الرتبة الثاني زدنا التركيز بمقدار إيش بده يصير فيه؟ أنا وياك وحكي أنا بده يزداد بمقدار مربع الزيادة بعيد بمقدار مين؟ مربع الزيادة في التركيز طيب الآن أربعة تربية إذن أنا رجعت لمين؟ لسطاش في هذه الحالة العبارة صحيحة فيما يتعلق بسرعة التفاعل تبقى العبارة إيش مالها الصحيحة؟ تبقى ثابتة من بداية السرعة وحتى نهاية هل هذا الحكي صحيح؟ لا لا تتأثر بالحرارة لا تتأثر بالتركيز تتأثر بالتركيز تتناقص مع الزمن في هذه الحالة لاحظوا تبقى ثابتة لا تتأثر هي تتأثر لا تتأثر إذن تتناقص سرعة التفاعل بتقل بمرور الزمن يكون تركيز المواد المتفاعلة لتفاعل ما أعلى إشي عند بداية التفاعل شوف إيش ما أعطيني؟ واحد ثاني خمس ثواني عشر ثواني خمس عشر ثاني هلأ بمرور الزمن التركيز بده يبدأ يتناقص إذن هو بيسألني وين أعلى تركيز عند البداية؟ وين البداية الآن اللي أعطاني إياها؟ أعطاني في هذه الحالة واحد ثاني تفرجوا الآن بدأ يعطيني تفاعل وتفرجوا إيش أعطاني هاي تفاعل إذا كانت قيمة كي بتساوي إشي زي هيك حكينا لما أشوف قيمة كي بتفرج على الوحدة إن بين الوحدة الآن أعطانيها تنين ضرب عشر قوة سالب ثلاث إذن هذا يعني أنه سرعة التفاعل بدها تساوي كي مضروب في تركيز المادة إي طبعا هاي لتر على مول ثاني إذن إي من أي رتبة؟ من الرتبة الثانية الرتبة الثانية شو حكينا؟ بدأ يكون مربع عندما يكون تركيز إي بتساوي نرجع إذا كانت قيمة كي موجودة عند درجة حرارة معينة فإننا بده السرعة طيب هلا السرعة بدها تساوي كي موجودة إيش أعطاني إياها تنين ضرب عشر قوة سالب ثلاث ضرب إيش أعطاني إياها واحد بالعشرة؟ حط واحد بالعشرة تربيه على طول يعني واحد ضرب عشر قوة سالب إيش معلها اثنين؟ إذن هاي بدها تطلع اثنين ضرب عشر قوة سالب شو معلها؟ خمسة فواضح إنه هاي الإيجابة تتناقص سرعة التفاعل بمرور الزمن ها تعالوا نشوف تتناقص مين سرعة التفاعل بمرور الزمن بسبب زيادة عدد التصادمات تناقص تركيز المواد الناتجي تناقص تركيز المواد المتفاعل زيادة تركيز المواد المتفاعل نرجع بتقل سرعة التفاعل طبعه بزيادة إذا زاد عدد التصادمات سرعة التفاعل بدها تزداد تناقص تركيز لا بده يزيد تركيز المواد الناتجي هلأ تتناقص لأنه تركيز المواد المتفاعلة إيش بده يسير فيها؟ بده يقل ما هي العلاقة ترضية؟ كل مقل التركيز سرعة التفاعل بدها تقل لاحظوا الآن هو بيسألني الآن على حفظ يوديد البوتاسيوم استخدام يوديد البوتاسيوم فهذا عامل مساعد في تحلل هاي عند درجة يعمل على تقليل سرعة التفاعل التغير لا طاقة وضع النواتج زمن ظهور النواتج مش هو عامل مساعد في هاي الحالة بزيد من سرعة التفاعل بالتالي بيقلل من الزمن اللازم ل ظهور النواتج تفرجوا الآن برضو هاي على الانشاب يسألني يا جماعة العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل لاحظوا هون سألني على العامل المساعد وأثره الآن بده يسألني على طبيعة المواد المتفاعلة سرعة التفاعل قطة الصوديوم مع الماء أكبر هاي السرعة في هاي الحالة أكبر من تفاعل المغنيسيوم مع الماء لهما نفس الكتلة الكتلة مئل هاش دخل فعن العامل المؤثر في هاي الحالة ايش بدي يكون طبيعة المادة شمالها المتفاعلة شوفوا انت تدرس بس بدي تركز انه الصوديوم والمغنيسيوم على ايش بعتمد طبيعة المادة المتفاعلة ارتفاع درجة حرارة التفاعل تؤدي الى زيادة طاقة التنشيط حكي ان طاقة التنشيط يعني ألف وباب استثنيهم لانه درجة الحرارة لا تؤثر عليهم زيادة دلتا اتش هون ايش كتب لي زيادة عدد الجزئات التي تمتلك طاقة التنشيط واضح انه هاي الاجابة رفع درجة الحرارة بسبب زيادة فيه عدد الجزئات اللي بتمتلك طاقة التنشيط وبالتالي سرعة التفاعل بدها تزداد ابطأ سرعة التفاعل لأربع جرام من المغنيسيوم مع محلول أج سي أل عندما يكون تركيزه ديروا بالكم ايش بده هو ابطأ يعني أقل سرعة أقل سرعة بده يكون في هاي الحالة عنده أقل تركيز منه العلاقة بناتهم طردية وين أقل تركيز في اللي موجود معاي واضح انه عند واحد بالألف في هاي الحالة تعالوا نشوف شو بيحكي لي هون إحدى العبارات الآتية المتعلقة بطاقة التنشيط تعتبر صحيحة طاقة التنشيط تساوي طاقة المعقد المنشط من الهاج دخل تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط امبين يا جماعة انه هاي العلاقة بناتهم علاقة اشمالها عكسية نعم تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط تقل طاقة التنشيط بزيادة درجة احرارة من الهاج دخل تزداد طاقة التنشيط برضو بمئلهاج دخل إذن إيجابي با في هاي الحال إحدى العبارات الآتي المتعلقة بطاقة المعقد المنشط صحيحة تزداد بزيادة درجة الحرارة حكينا مئلهاج دخل إن بين هون تقل بوجود العامل المساعد العامل المساعد هو الشيء الوحيد اللي بيقللها تقل بخفض درجة الحرارة حكينا درجة الحرارة يعني ألف ودال أنا مستثنيهم لأن درجة الحرارة لا تؤثر على طاقة التنشيط أي العبارات الآتي المتعلقة بسرعة التفاعل صحيحة تبقى سرعة التفاعل ثابتة أكيد لا تتناقص سرعة التفاعل ما تقدم التفاعل نعم هاي صحيحة تزداد سرعة مستحيل لا تتأثر لا تأثير لدرجة الحرارة لا يعني كيف في تأثير إذن هاي العبارة الصحيحة يتفاعل الماء مع CH3CL إذا علمت أن سرعة التفاعل لاحظوا الآن هلأ بقلم بحط إيش حكي لتتضاعف سرعة التفاعل مرتين بزيادة تركيز CH3CL مرتين إذن هذا يعني إنه CH3 يا الله يا نور نور احكي زدنا التركيز مرتين السرعة زادت مرتين زادوا بنفس النسبة هاي إيش من سميها الرتبة إيش مالها الأولى إذن هاي من الرتبة الأولى كما تتضاعف سرعة التفاعل بذيروا بالكم هالمرة أربعة مرات عند مضاعف التركيز الماء مرتين هاي مرتين وهاي أربعة اثنين أربعة بيّن إنه زاد بمقدار المربع آه تالى إحكي لإنه زاد بمقدار المربع إذن هذا يعني بإنه الماء في هاي الحالة هاي تالى بتحكي لي إذن هو من الرتبة إش ماله الثاني فإن قانون السرعة بدور الآن قانون السرعة بدي يكون CH3CL من الرتبة الأولى والماء من الرتبة الثانية فواضح إنه الإجابة في هاي الحالة آه بدي يكون جيم لاحظوا يا جماعة يعني سألني على الرتب بطريقة حلوة فالرجولي هذا السؤال يمثل العلاقة بين التغير في تركيز CO هاي CO في هذا التفاعل آه أكيد بمرور الزمن وهي الزمن داخلي عندي أربعة سرعة أول إشي بيسألني على ميل المماس الناتج عنده زمن محدد في الشكل المجاور شو يمثل؟ أكيد يمثل الآن ميل المماس حكي أنا بدي يمثل السرعة إشمالها اللحظية هلأ قبل ما أرفع هلأ بحيلي تركيز CO مول لكل تر عنده الزمن سفر هي الزمن سفر؟ كم كان التركيز؟ إنه تركيز الآن إشماله واحد بالعشرة هاي الواحد بالعشرة هلأ بكمل بحيلي تدل العبارة مواد تزيد من سرعة التفاعل أركز معاي يا حمزة تزيد من سرعة التفاعل دون أن تستهلك أثناء التفاعل الكيميائي على مفهوم إيش هذا المفهوم؟ تزيد سرعة التفاعل دون أن تستهلك إذن هي سؤال على هلأ بيسألوني الطلاب كيف بجبل أكتب العام المساعد لا؟ هاي هو جبل العبارة هو بيسأله إيش هاي اسمها؟ عام المساعد عند تفاعل كتل متساوية من شريط المغنيسيوم مع أج سي أل لاحظوا يكون التفاعل ديروا بالكم إيش ماله الأسرع لما يكون تركيز أج سي أل الأعلى تفرجوا هون وين أعلى تركيز في هاي الحالة؟ واضح أنه هذا التركيز اللي إشماله الأعلى جميل وأرد أنه يسألني على الرتب من خلال جدول حكينا بكون أنا منتبه ومعاي أكيد تركيزي دائما دائما معاي توكلي على الله عز وجل معاي تركيزي ثقتي بنفسي ورق القلم بجاوب هلأ إيش بحكي لي هون؟ تعالوا نتفرج أكيد بدي يسألني على الرتب رتبة الأن أو ورتبة أجتو زي ما أنا وياك وتعلمنا على سبيل المثال إذا بدي أثبت أثبت على سبيل المثال الأن أو في التجربتين واحد واثين إن بين هاي لما أقسمها ميتين وارب واربين على مية واثنين وعشرين إيش بدها تطلع؟ اتنين هلأ ستمية وتمانية وسبعين على تلتمية برضو اتنين هلأ هاي اتنين اتنين إذن هذا بعني إنه الهايدروجين الآن هذا ما إلو دخل إذن هذا بيعني إنه الهايدروجين بدي يكون الرتبة تبعته إشبالها بتساوي واحد جميل هلأ بدي أثبت مين؟ الأجتو هاي يثابت بواحد وثلاث هلأ إذا بقسم هاي على هاي هاي بدها تطلع في هاي الحالة اتنين لكن إذا بقسم الـ 136 على 300 بدها تطلع أربعة الأربعة هي اثنين اشمالها تربية إذن معنا الكلام إنه رتبة في هاي الحالة الأن أو شو بدها تساوي؟ بدها تساوي اثنين بناءنا عليه بيسألني بيحكي لي شو الرتبة بالنسبة للأن أو فنبين إنها إيش مالها؟ اثنين لحالها أجت رتبة الهايدروجين شو طلعت معنا؟ رتبة الهايدروجين طلعت معنا شو بتساوي واحد؟ وحدة آه هلأ التفاعل مبين من أي رتبة يا جماعة؟ من الرتبة الثالثة إيش بده هو وحدة كي؟ حكينا وحدة كي بتقل بواحد عن سورة إذن بدها تطلع لتر تربية على مول تربية في إيش في ثانية هاي خلص السؤال أول كمان سؤال شو بيحكي لي؟ اعتمادا على البيانات بدنا نجاوم وحدة وحدة هلأ إذن بيّن إنه هاي ثابتة لما أقسم الكل بأيدني تمانية بالعشر على أربعة بالعشر شو طلعت في هاي الحالة اثنين هلأ هذا الرقم إذا بقسمه طبعا أنت بتقسمه مشان تكون أنت يعني واثق بنفسك هذا إذا بقسمه إمبين بده يطلع في هاي الحالة كأنه مية وعشر إمبين بدها تطلع أربعة يا جماعة أربعة شو يعني؟ اثنين إيش ما لها تربية شو يعني؟ يعني هاي من الرتبة إيش ما لها؟ الثاني هلأ لما آجي أتفرج على تركيز تركيز المادة إي ما فيه ثابت حكيتي لكم باخد أي تجربتين هلأ أنا فيش معاي مجال أقسم انت بتقسم قسم التجربة التاني على التجربة إيش معلها؟ الأولى هلأ لما أقسم هاي على هاي ديروا بالكم وهو تركيزها معلوم ولما أقسم هاي على هاي بدها تطلع اثنين للقوة واي هاي بدها تطلع اثنين للقوة اثنين لأنه هاي أوجدناها هاي مربع لما أقسم هاي السرعة بحل ابتطلع في هاي الحالة رتبة المادة في هاي الحالة رتبة إحنا أوجدنا أول إشي لما أوجدنا رتبة إي إذن هون رتبة إي طلعت في هاي الحالة إشمالها ثنين هلأ لما اتقسم انت راح تطلع معك رتبة بي شو بتساوي في هاي الحالة واحد بحكي لي رتبة المادة اي شو طلعت في هاي الحالة اثنين هلأ رتبة التفاعل بالنسبة للمادة بي شو طلعت معنا واحد هلأ قيم الثابت السرعة لهذا التفاعل بتقسم تعالوا نتفرج السرعة بدها تساوي كي مضروبة في اي تربية مضروبة في بي للقوة اشمالها واحد هلأ انا وياكم حكينا بتاخد اسهل تجربة بالنسبة اليك هاي انا بدي اعوض وانتو بتقسموا هاي السرعة في التجربة الاولى 3.5 ضرب 10 القوة سالب 4 بتساوي كي المطلوبة هلأ اي في التجربة الاولى 2 بالعشرة تربية مضروبة في بي اللي هي اشمالها 2 بالعشرة للقوة اشمالها واحد هلأ تعالوا نتفرج على البدائل اصلا البديل الصح هلأ هدول بستثنيهم ليش انا استثنيتهم لانه هدول وحدة كي في هاي الحالة وحدة كي لازم تطلع في هاي الحالة لتر تربية مول تربية في ايش في ثاني هلأ هذا الحكي بنطبق على الاجابتين الف واشماله جيم هلأ انتو بتقسموا انا مش رح اقسم في هاي الحالة بدي اعتمد على الاجابة اللي موجودة عندي فرح تطلع في هاي الحالة الاجابة اشمالها زي ما حكينا اما الف وجيم لانه التنتين صح من حيث الوحدة الآن لما تقسم انت رح تطلع معاي اربعة وثلاثة بالعشرة اربعة وثلاثة بالعشر عشر قوة سالة بالاثنين هلأ بدي سرعة التفاعل عندما يكون تركيز اي بساوي بي بساوي ثلاثة بالعشرة هلأ انبين السرعة في هاي الحالة بديها تساوي كي موجود بدي اعوضه هاي اربعة وثلاث ضرب عشرة حكينا للقوة سالة بالاثنين ضرب هلأ شو اعطاني تركيز ايه ثلاثة بالعشرة بس انبين انها تربية ضرب أعطاني تركيز بي برضو إشمالها ثلاثة بالعشرة هلأ هاي لما أنت توجدهم ابتضرب بده يطلع معاي في هاي الحالة الإجابة اللي هي ألف واحد وستاش في عشر قوة سالب ثلاثة طيب عند رفع درجة الحرارة فإن قيمة كي هلأ بيحكي لي شو العلاقة بين كي ودرجة الحرارة ديروا بالكم العلاقة ترضية في هاي الحالة رفعت درجة الحرارة إذن قيمة كي إيش بدي يصير فيها بذات الزال ارجعنا لمواضيع الحفظ العامل المساعد المستخدم في تحضير حمض الكبريتيك مين هو؟ أعطاني النكل يوديد واضح واضح أنه أنا بحكي على أكسيد إيش ماله؟ الفناديوم بدي أكون حفظها مشان ما ألخبطش فيها طبعا هاد يستخدم فيه تعامل مساعد في H2O2 فنبين أنه أكسيد الفناديوم هو المطلوب مني عند تفاعل المواد الغازية فإن تقليل الضغط يا جماعة أنا قللت الضغط إيش بدي يسير بالتركيز بدي يقل التركيز هون يقل التركيز لما يقل التركيز إيش بدي يسير بعدد التصادمات تقل في هاي الحالة عدد مين؟ التصادمات وبالتالي هو حكاة لسرع التفاعل لا يقل الحجم برضو لا زيادة التركيز لا إذن يقل عدد إيش ماله التصادمات في هاي الحالة تعالوا نشوف ممكن يجينا زي ما أنا وياكم راجعنا في العضوية ممكن يجينا أسئلة مقالية برضو على سرع التفاعل هل إيش بدي ياب منكم جميعا؟ أترجم دائما يا جماعة بقرأ السؤال بهدوء حكي أنا بيتوكل على الله إن شاء الله دائما ثم بثقة ثم بتركيز أو التركيز والثقة الثانتين مع بعض بحكي لي التفاعل افتراضه وجد إنه عند مضاعف التركيز آر ثلاث مرات مع بقاء ام ثابت ام إلوش دخل فإن السرعة في هاي الحالة إيش مالها؟ تزداد إيش ماله ثلاث مرات لحظوا لما آر ثلاث مرات حسام آر ثلاث مرات والسرعة زادت ثلاث مرات يعني زي بعضهم البعض إذن هذا يعني إنه رتبة آر إيش مالها واحد هلأ وعنده مضاعف التركيز آر وإم ثلاث مرات آه الثنتين زادوا ثلاث مرات تتضاعف السرعة إيش مالها؟ هاي السرعة الثانية على السرعة الأولى زادت سبع واشرين مرة اللي هي ثلاث للقوة إيش مالها ثلاث هلأ آر أنا عرفتها من الرتبة الأولى إذن هو الآن بده يسألني على أم من أي رتبة؟ خلاص من بيني هاي الثلاث ما هي واحد بعناته هاي لازم يكون إيش مالها من الرتبة الثاني إذن أم بده يكون رتبة أم في هاي الحالة شو بتساوي؟ اثنياً مشان تطلع الرتبة الكلية يا جماعة شو تطلع الرتبة الكلية؟ ثلاث بعيد من وين جبت الرتبة الكلية ثلاث؟ من الرقم اللي أعطاني إياه هون إش ماله سبع وعشرين هلأ بده رتبة آر بيني رتبة آر طلعت واحد رتبة أم برضو اكتشفناها إنها بتساوي اثنين إذا كانت السرعة بتساوي هيك عندما آر فإن قيمة ثابت سرعة شو رأيكم؟ أكتب هون السرعة مش السرعة بدها تساوي كي مضروب في تركيز حكينا آر للرتبة واحد هون واحد في أم للرتبة الثنين هو إيش بده الآن؟ قيمة كي هلأ مش الكل بأيدني كي بدها تساوي السرعة على تركيز آر للقوة واحد أو للرتبة واحد أم للرتبة إيش مالها الثنين وتساوي السرعة كم أعطانيها ثنين ضرب عشر القوة سالب خمسة هلأ آر في أم بما إنهم متساويات أخليها يعني واحد ضرب عشر للقوة سالب ثلاث إذن هاي إيش بدها تطلع اثنين ضرب ارفحها إلى فوق عشر قوة سالب إيش مالها اثنين وين اثنين؟ هاي هلأ يا جماعة لما أوصل لهاي الأسئلة بدي تكون إنت داير بالك يا عزيزي مشان أنا وياكم ما نطلق بطش دي الآن بدنا نكمل بسؤال جديد اتفرجوا معاي في تفاعل افتراضي كان الطاقة توضع المواد الناتجة بالساوي عشرين كيلو جول ديروا بالكم أنا هون بدي أن أبهكم هاي الأسئلة كي بدي أوصل إنه تفاعل ماس أو طار للطاقة أنا بحكي للطلاب بالتجربة شو يعني؟ بجرب إنه التفاعل طارد هاي أنا بدي أفترض إنه التفاعل طارد هلأ إذا طلعت الأرقام متناسقة مع بعضها البعض معناته افتراضي صحيح وإلا إذا طلعت مشكلة بالأرقام برد ببدل وبحكي إنه التفاعل ماس أنا بدي أفترض إنه التفاعل طارد تعالوا نتفرج إذا كان الطاقة وضع المواد الناتجة بالساوي عشرين هاي أنا وياكم بدي أحكي إنه طاقة المواد الناتجة هيا طبعا كلكم الذكرين هاي متفاعلي هاي مواد إيش مالها ناتجة أعطاني إياها الآن إشمالها عشرين وأن طاقة التنشيط للتفاعل أمامي بوجود العامل المساعد كمان مرة أعطاني طاقة التنشيط هلأ أنا وياكم اتفقين طاقة التنشيط للتفاعل أمامي هلأ بوجود العامل المساعد يعني هاي المسافة يا جماعة أعطاني إياها إشمالها خمستاشر كيلو جول وطاقة المعقد المنشط برضو يا جماعة بدي أكون منتبه طاقة وضع المعقد المنشط بدون عامل مساعد يعني هاي أعطاني إشمالها 150 وعند استخدام العامل المساعد انخفضت قيمة المعقد المنشط بمقدار إشماله 25 هاي أبدل اللون اتفرجوه هلأ انخفضت يعني هاي المسافة هيك 25 هلأ اتفرجوا معايا هلأ هاي 150 قلت بمقدار 25 معناته هاي 125 هاي أول معلومة هلأ هاي هاي المسافة 15 شيل من هون 15 إذا انشطلعت 110 في هاي الحالة امبين هاي المعلومة هاي المعلومة تبعا 25 كانت مفتاح الحال وديروا بالكم أرقام منطقية هاي طاقة المواد المتفاعلة هاي متفاعلة كان مقدارها 110 هاي إشمالها 20 بحكي لي أجب عن ما يلي وحدة وحدة إيش بده طاقة المواد شمالها المتفاعلة حكينا طاقة المواد المتفاعلة شطلعت معاي 110 هلأ إيش بده قيمة طاقة التنشيط للتفاعل إيش ماله العكسي ديروا بالكم بدي أنتبه بوجود العامل إيش ماله المساعد يعني بيسألني يا جماعة على هاي المسافة كمان مرة بده طاقة التنشيط للتفاعل عكسي بوجود العامل المساعد هلأ هاي 125 وهاي 20 لما أطرحهم من بعضهم البعض هاي أكتب لكم مية هون 125 ناقص العشرين شو طلعت في هاي الحالة 105 هاي طاقة التنشيط للتفاعل عكسي استار بوجود مين العامل المساعد في هاي الحالة وين هاي الإجابة واضح إنه هاي الإجابة 105 هلأ قيمة طاقة التنشيط للتفاعل عكسي بدون آه بده طاقة التنشيط للتفاعل عكسي ديروا بالكم الآن إيش مالها بدون العامل المساعد يعني بده المسافة هاي أغير اللون تفرجوه بده هاي المسافة هاي المسافة كاملة ماذا تمثل بدون العامل المساعد هيا 150 ناقص في هاي الحالة بده يكون عندي هو بده للتفاعل عكسي ناقص إيش مالها العشرين إيش بدها تساوي في هاي الحالة 130 واضح إنه الإجابة هاي 130 هلأ بده طاقة التنشيط للتفاعل أمامي بدون آه هلأ طاقة التنشيط للتفاعل أمامي بدون عامل المساعد هاي طاقة التنشيط للتفاعل أمامي هاي المسافة يعني بدون العام المساعد يعني المية هاي بدي أكتب جنبها هاي مية كمان مرة طاقة التنشيط للتفاعل أمان بده هاي المسافة من المواد المتفاعلة للقمة يعني هاي مية وخمسين اه انأكد عليها بدها تساوي في هاي الحالة المية وخمسين مية وخمسين ناقص حكينا المية وإشمالها وعشرة هدول لما أطرحهم من بعضهم البعض اشترعت أربين إذن هاي الأربين التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش اللي هي طاقة النواتج طاقة النواتج عشرين ناقص طاقة المواد المتفاعلة مية وعشرة هدول لما أطرحهم من بعضهم البعض اش بدها تطلع تسعين بس بدي أدير بالي الإشارة التفاعل طارد الإشارة سالبة واضح إنه معطيني موجب وسالب فبدي أنتبه على الموضوع لما أحل هاي ضل أسئلة عليه طب هلأ هون سؤال ما يعني بسيط جدا بحيلي إذا كانت كتلة العامل المساعد عند بدء التفاعل بتساوي 2 جرام فعند نهايته هو بسألك هل كتلة العامل المساعد تتغير أنا وإياكم التفقين كتلة العامل المساعد شمالها ثابتة في هذه الحالة هاي كمان سؤال يا جماعة كمان سؤال فرضي هذا السؤال الفرضي أقصد بكلمة فرضي إنه you have to try بدك تحاول توصل لرسمي لسؤال طبعا أنا بفضل دائما إنه إنت افترض إنه التفاعل في هاي الحالة طارد للطاقة واش طلع عليها بعيد طلعت الأرقام منطقية بتكمل طلعت الأرقام مش منطقية ابتاكس تعالوا أشوف الآن حكيت أنا بدي أفترض إنه التفاعل طارد هاي ها هاي عندي أول وحدة هاي ثاني وحدة ومنشوف الموطيات تعالوا نتفرج وحدة وحدة إيش أعطاني طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون العام المساعد هاي المتفاعلات طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي هاي ها هاي متفاعلة هاي مواد إيش مالها ناتجة هلا هو إيش أعطاني طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي بدون العام المساعد يعني أعطاني كل هاي المسافة هاي أعطاني إياها بتساوي 150 كيلوجول أعطاني طاقة التنشيط للتفاعل أمامي بوجود العام المساعد شو أعطاني إياها 140 يعني هاي نحطها باللون الأسود تفرجوا معاي هلأ أعطاني كمان هاي بتساوي إشمالها 140 ديروا بالكم يعني كأنه بحكي لي النقص بسبع عشر ايب نحكي له إحنا شكراً إلك على هاي المعلومة أعطاني طاقة المواد الناتجة كم أعطاني إياها طاقة المواد الناتجة هاي هاي أعطاني إياها بتساوي إشمالها 40 جميل جداً هلأ إلى الآن إلى الآن يعني بدي أضطر إني أكمل أعطاني إنه طاقة وضع المعقد المنشط ديروا بالكم أعطاني إياها بوجود العامل المساعد بوجود العامل المساعد كمان مرة طاقة المؤقد المنشط بوجود العام المساعد هاي يعني هاي أعطانيها 260 طيب الفرق بناتهم حكينا هاي المسافة الفرق بناتهم عشرة لـ 150 إذن هذا يعني أنه هذا الرقم اللي موجود هون أحطه بـ 270 لربالكم الـ 270 طاقة المؤقد المنشط بدون العام المساعد هاي بوجود مين العامل في هاي الحالة إشمالها المساعد هلأ بحي بسم الله وببدأ أشغل ديروا بالكم هاي 260 وهاي 140 يمبين أنه أنا وياك بقدر أجيب طاقة المواد المتفاعلة حكينا أحكي لكم نحطها هون مشان نخلص منها هاي هلأ بحكي لي هون طاقة المواد المتفاعلة إن بيّن بدها تكون في هاي الحالة طاقة المواد المتفاعلة هي عبارة عن الـ 260 على سبيل المثال ناقص المية وأربعين وتساوي سفر اثنين واحد يعني بدها تطلع مية وعشرين في هاي الحالة يعني هذا الرقم من المتوقع أنه يكون مية وعشرين هلأ اتفرجوا طاقة المواد الناتجة أربعين طاقة المواد المتفاعلة مية وعشرين مبين أنه التفاعل في هاي الحالة إيش ماله طارد لمياً للطاقة بناءً عليهم نبدأ نجاوب إيش بحكي لي مقدار طاقة المعقد المنشط حكينا بدون العام المساعد مش حكينا بدي يزيد عنه عشرة إذن هاي إن بينه إنه هاي الإيجابة في هاي الحالة طب هلأ بده مقدار طاقة ووضع المواد المتفاعلة حكينا الميتين وستين شيل منهم المية واربعين شو بدها تطلع في هاي الحالة مية وعشرين انتهينا منه ويهي المية وعشرين هاي المية وعشرين هلأ دلتأتش متضمناً للإشارة أنا وياكم اتفقين إنه دلتأتش في هاي الحالة دلتأتش هي عبارة عن طاقة النواتج حكينا طاقة النواتج أربعين ناقص طاقة المواد المتفاعلة حكينا عنها 120 هدول لما أطرحهم من بعضهم البعض إيش بده يطلع 80 لكن إيش الإشارة سالبة في هاي الحالة فإيش بده يطلع عندي هون سالب 80 هاي اخلصنا منها هلأ بدهم يقدار طاقة التنشيط للتفاعل أكسي ديروا بالكم هون بوجود مين العامل المساعد طاقة التنشيط للتفاعل أكسي بوجود هاي نرجع للون بده طاقة التنشيط للتفاعل أكسي هايها بوجود العامل المساعد إن بيّن اللي هي بده يكون 260 بدي أشيل منها الأربعين هاي بدي أكتبها جنبها مشان يتظلوا عارفين حكينا بدها تكون أو هايها باللون الأحمر انتبهوا على الأرقام 260 ناقص الأربعين أعزائي بس نتأكد كمان مرة هلأ طاقة التنشيط للتفاعل أكسي هايها بوجود العامل المساعد من 260 اللي هي طاقة المعقد المنشط بوجود العامل المساعد اللي هو ما أعطيني إياها واقص طاقة المعقد الناتجة إذن هاي بوجود العامل المساعد إيش طالع عندي هون هاي سفر وبعدين عندي 220 إذن بحي أنا على الإجابة في هاي الحالة هلأ إذا أنتم منتبهين السؤالين المقاليين اللي أنا حليتهم كان الفرض الصحيح أنه التفاعل طارد صحيح أنا بالعمدا حطيت سؤال ثالث على التفاعل برضو افتراضي لكن هذا صحيح أنه ماس للطاقة هلأ أنا بدي على طول أشتغل على أنه ماس للطاقة هاي ماس للطاقة طب إنت لو افترضت طارد الطاقة بمش إنت جرب افترض لما تشتغل راح تركع تطلع معاك الأرقام مش منطقية إيش قصدي مش منطقية يعني أرقامك راح تطلع غلط هاي وحدة وهااي كمان وحدة هاي حكينا متفاعلة وهاي مواد إشمالها ناتجة هلأ ببدأ أترجم المعطيات اللي أعطاني إياها نشوف أول معطاة حكياني طاقة التنشيط للتفاعل أمامي ديروا بالكم بدون العامل المساعد هاي هاي بوجود هاي بدون وجود إذن أعطاني هاي المسافة كاملة كم أعطاني إياها هاي مئتين وثلاثين طيب أعطاني طاقة التنشيط للتفاعل برضو الأمامي بس هالمرة بوجود العامل المساعد شو معلها شو يعني يعني الفرق بيناتهم عشرة إذن هاي أميزها بلون جديد وليكن هاي تفرجوا هاي المسافة أعطاني إياها بتساوي مئتين وعشرة كمان مرة هلا هو أعطاني طاقة التنشيط للتفاعل أمامي أنا وياكم متفقين من زمان إنه طاقة تنشيط للتفاعل أمامي من البداية إلى القمة هلا بدون عامل المساعد القمة الأعلى بوجود العامل المساعد القمة إشمالها الأقل هلا أعطاني طاقة المواد الناتج كم أعطاني إياها بتساوي مئة وعشرين طاقة المواد الناتج هاي أعطاني إياها مئة وعشرين بنشكروا على هاي المعلومة طيب طاقة وضع المعقد المنشط بدون العامل المساعد بدون ديروا بالكم آه بدون آه يعني هذا الرقم كم أعطاني إياه 270 خلص انتهى السؤال مع هاي المعلومة انتهينا من تفرجوا معي هون هاي 270 وهاي المسافة 230 كالأسد بحكي 270 ناقص 230 طب ليش أنا طرحت هاي المسافة هاي عندي سفر ضال عندي 44 مشان أطلع طاقة المواد شمالها المتفاعلة إذن هاي طاقة المواد المتفاعلة تفرجوا معي هاي 40 وهاي 200 يمبين انه ارقامي منطقية ومنطقية جدا طب ايش اللي بدو اياه اول سؤال اعطاني يا بحكيلي مقدار طاقة وضع المعقد المنشط ليروبالكم بوجود العامل شماله المساعد ما احنا حكينا اصلا الفرق بناتو مع شرق اذا كان هاي 270 معناتو هاي ايش بدها تكون 260 في هاي الحالة اذا هاي الإيجابة 200 شمالها و60 يا جماعة شايفين انه تعامل مع هاي الأسئلة سهل بسيط برجع انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى واثق بنفسي بتعامل مع الأسئلة بتركيز بثقة بحل بس قبل ما احل شو بكون راجعت المادة وهون بثبت بقيم نفسي بتأكد اني انا فاهم وفهمي صحيح 100% طب هلا ايش بده طاقة وضع المواد شمالها المتفاعلة هاينا احنا حسبناها هون هاي طلعت معنا 40 هلا بده ايش دلت اتش دلت اتش هلا دلت اتش حكينا بده يكون طاقة المواد الناتجة اللي هي 120 ناقص الاربين في هاي الحالة ايش طلعت 80 بس ديروا بالكم التفاعل في هاي الحالة ايش ماله ما اصل الطاقة شو يعني يعني دلت اتش موجبة في هاي الحالة لاحظوا بادي معاي بالسالب فانا لما يكون الاجابة الصحية الف بتأكد طبعا ممكن يكون الف بس انا بتأكد انه بلاش انا اكون غلطان فواضح انه الاجابة الصحيحة في هاي الحالة ايش مالها جيم بده مقدار طاقة تنشيط لاتفاعل اكسي هلا بده اياها بوجود العام المساعد طال نرجع يعني هو بيسألني يا جماعة اه هو ايش حكي انا احنا بوجود العام المساعد هاي بدون العام المساعد عكسي بدون وهاي المسافة الاصغر بدها تكون عكسي بوجود العام المساعد خلينا ناخد الارقام على اعتبار بوجود العام المساعد اللي هي 260 نتأكد بس هو بده طاقة تنشيط بوجود العام المساعد اذا 260 ناقص طاقة المواد الناتجة اللي هي حكينا طاقة المواد الناتجة 120 هاي 120 واضح لما اطرحهم من بعضهم البعض هاي صفر هاي 400 اذا انا بحكي على 120 فواضح انه الاجابة في هاي الحالة 120 هلا ايش بده طاقة التنشيط بدون العام المساعد احنا حكينا ما الفرق بناتهم 270 صح هاي هتفرجهم الفرق بناتهم 10 اذا هاي 270 ناقص 120 اكيد حتى من غير حساب الفرق بده يكون 10 هون 120 وتساوي في هاي الحالة 150 في هاي الحالة وين المية وخمسين هاي المية وخمسين طيب تعالوا نشوف الان هيك بكون انا وياكم غطينا عدد من الافكار راجعنا دردش سريعة راجعنا انا وياكم الرتب بعدين حليت انا وياكم اكثر من سؤال على الرتبة وشوفنا انا وياكم سؤال على الرتبة عادي وسؤال المادة مش ثابتة اعطاني وحدات كي وسألني عنها الان قبل بشوي ثلاث اسئلة على اسئلة مقالية كيف اتعامل مع تفاعل ماص وطارد للطاقة برسم وبحاول اني اوصل لاجابي سليمي بناء على اني انا من خلال فهمي بدي اوصل هل التفاعل طارد ام التفاعل اشماله ماص للطاقة طب تعالوا نكمل انا وياكم هون تفرجوا معي بحكي بدي يعطيني توزيع ماكسول بولزمان للطاقة الحركية لاحظوا هون عندي عدد الجزيئات وهون في عندي الطاقة اشمالها الحركية بس بدي ادير بالي هون درجة الحرارة هون درجة الحرارة كانت اقل هون درجة الحرارة اشمالها اعلى بدي انتبه يا جماعة هاي اش زي هك بحكي لي بدهم مقدار طاقة التنشيط للتفاعل تساوي هلأ طاقة التنشيط دائما بمشي بالرسمة لأعلى رقم باطنية فواضح انه اعلى رقم اعطانية ثمانية اذا طاقة التنشيط الان اشمالها ثمانية الرمز ميم يا جماعة هذا ميم انبين ميم من هون يمثل عدد الجزيئات ديروا بالكم اذا سألني على ميم او صاد هاي عدد الجزيئات بس عدد الجزيئات وين لما كانت درجة الحرارة اشمالها اقل فبدي تديروا بالكم اه لما كانت درجة الحرارة اعلى بين هاي صاد هو بده ميم هاي ميم اه اذا هاي هيك اللي بده اياه اذا ميم تمثل عدد الجزيئات طبعا واضح انه الفوا باب استبعدهم لانه هدو العدد الجزيئات اذا الاجابة عدد الجزيئات التي تمتلي طاقة التنشيط عند 50 ولا عدد الجزيئات التي تمتلي طاقة التنشيط عند 25 واضح انه هي عند 25 فهاي الاجابة تبعتنا عند رفع درجة الحرارة من 25 الى 50 فان احنا رفعنا درجة الحرارة بحي طاقة التنشيط تزداد انا وياكم اتفقنا انه يا جماعة درجة الحرارة لا تؤثر على طاقة تنشيط الاشي الوحيد اللي بيأثر على طاقة تنشيط العام المساعد طاقة التنشيط تزداد طاقة التنشيط تقل فيكون منها طاقة التنشيط تزداد امبين انه طاقة التنشيط في هاي الحال اشمالها تبقى ثابتة يا جماعة هيك بكون انا وياكم حلينا كل الاسئلة المحتملة والمتوقعة على مين على سرعة التفاعل يا جماعة بتمنى لكم النجاح والتوفيق من اعماق قلبي واشوفكم ان شاء الله كل واحد فيكم حقق هدفه وحقق النجاح اللي بده اياه وحقق حلمه لكن احنا الساعات المتبقية الان مهمة ومهمة جدا انا انا انسان ما بخاف لكن اذا ولابد من الخوف فانا بحكي انه فيه خوف ايجابي الخوف الايجابي اللي بخليني دائما متوكل على ربنا سبحانه وتعالى ثم بستغل الوقت المتبقي الان من هون لبكرة ليومة الامتحان وبه ايش بساوي زي ما حكينا براجع المادة سريعا دي ربالكم المراجعة السريعة تعني مراجعة الافكار الاساسية الموجودة في المادة واحد وفي نهاية كل وحدة هاي اسئلتها هل هاي الاسئلة بيجي زيها يا جماعة هو بيجي زي افكارها هاي الاسئلة بتثبت المعلومات هاي الاسئلة بتقيم مدى فهمي الاسئلة احنا حلينا احنا حلينا اكثر من 280 سؤال 286 سؤال على سرعة التفاعل اللي هي الان بين ايدينا على الكيميا العضوية على الأحماض والقواعد على التأكسس والاقتزال هيك بكون انا وياكم مراجعنا كل الافكار الممكنة والمكتملة بدي احكي لكم كل نجاح وانتوا بخير وبشوفكم ان شاء الله وكلكم الابتسام من ذنب حكوها من الذان للذان وكل واحد فيكم مبسوط وفرحان انه حقق اللي بدو اياه وبشوفكم دائما على خير ان شاء الله وهاي تحياتي انا الدكتور هاني السلاق واكيد تحيات منصة الثراء مع كل الطاقم اللي بيشتغل فيها بتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق وكل امتحان وانتوا بخير وكل نجاح وانتوا بخير اشتركوا في القناة